السلام السمينات مرحبا بكم في قناة ماليكة زي اللي كنت اول مرة تشاهدين الفيديو ديالي بتنسينيش من الشرك في القناة و لايك في الفيديو اليوم ان شاء الله البنات غادين باختاجي معكم الروتين ديالي الأسبوعي و لغام ديالي اللي كنستعمل هاد الشهر هادا اللي هو شهر اكتوبر بالنسبة اليوم غادين باختاجي معكم لغام بيرتسكين اول حاجة اللي غادي نسخدم منها هو هاد سكرايب او لا غاسول للوجه صراحة زوين بالنسبة للناس اللي عندهم بشرة دهنية او لا بشرة مختلطة والناس اللي عندهم الحبوب كننصحوا بهاد لغامة هادي من بعد منا انكي كتستعملي هاد سكرايب او لا غاسول حاولي انكي تبقى يتغسلي بالمدة ما بين عشرة حصى 15 دقيقة وانتي باشك هكا كتنطفي لوجه ديالك مزيان ومن بعد من ها كتمسحي بالماء اولا كتغسلي وجهك بالماء وكتستعملي الماسك الاسود الغنيه عند تعريف من مجموعة بيرتسكين كتطبي على الوجه ديالك البلايس فقط اللي فيهم ليبوان نوا فقط كتخليه حتى وما بين 15 و 20 دقيقة ومن بعد من كتزولي بهاد طريقة هادي من الاسفل الى الاعلى باش هاكا كيمشي ولك هادك الزغيبة طرقاقين معا هاد الماسك هادا وإلا كان عندك ليبوان واق يعني ماشي غارقين في الماسم ركيت هيدو صراحة ماسك اللي زوين بالزف وثالث خطوة عندي كنتستعمله هو هاد تونر هذا بنسبة لتونر الدور ديالو كيسد الماسم من بعد كتستعملي سكرايب او الغاسول ارى الماسم ديال البشرة ديالك كتفتح وبالاخص من بعد مما كتستعملي الماسك الاسود كتزيد ويتفتحو ذوك اللي بوفو كيتحيدو ذاك شي اللي فيهم وهاد تونر كيسد الماسم ما كان مصحوش بيها البنات وإنما الطريقة الصحيحة ديالتونر غير أنك تطبي به في الوجه ديالك الثالث من سواج غادي أختاري معكم هيرما لغام جديدة وانت صراحة أنا مانديش الكحولية تحت عيني ولكن عندي مشكل فاشكن نشوف الشمشولة هدي تنحس بحالة تحت عيني تكمشو من هذك الجفاف ديالهم هاد الشهر هيدا قررت ناخد هاد الكريمة ديال تحت العينين علاج حاجة حاجبني فيها هذو كل حديدات بحال شكل دوائر كي ماسي تحت العين كتر من أنك كتسخدمي الصباح ديالك هذي اللي عاجبني فيها صراحة وبالنسبة تقريبا ده بالرشخ ديتها كل شيء يوم هذي كنتستعملها جوشت المرات في النهار يعني في الصباح بعد ما كنتستعمل الروتين ديالي وبالليل من بعد ما كنتستعمل الروتين ديالي هاد البنت الماسك الليلي اختاريت انا هاد الماسك هادا علاج اول حاجة اللي عاجبني فيه انك بعد ما كتستعمليه ضغيات تنشف يعني ما كتحتاجيش واحد الوقت ساعة تنشف وخلاص اغلبية اللي كنديروه الكرام غايت اذك ساعة تنعصو هادا ولو تديريه ديك الساعة وتنعصي ما كيلسقش ليك في المخدبة بالمرة انا عندي جوة دي المخدبة ايضا واستعملت وتكيت عليها ما لسقش يعني ما بقاش لاتراس ديالو هذي اللي عاجبني فيها كتر وصراحة كتحسي بوجهك بحالة جبد حتى هو البنات دب هذي الثالث مرة اللي كنتستعملو فيها دب هذي الثالث مرة اللي في الروتين ديالي هو تندر كار المرتب الفعال للفم اللي ما كيختانيش دائما كنصحكم بها البنات